عندما نسمع كلمة حروب الأسلحة والصواريخ والجيوش هذا طبعاً بالحروب التقليدية لكن حروب المستقبل ستكون مختلفة بالشكل والمضمون بدأت التهديدات الإلكترونية تمثل الخطرة الخفية عبر ما يعرف بالحروب السبرانية تستخدم الأخيرة موجات الواي فاي والبلوتوث وشبكة الإنترنت لنقل الفيروسات وتعطيل الخوادم تستهدف الحرب السبرانية البنية التحتية المعلوماتية للقطاعات العسكرية والحكومة والاقتصاد كما يمكن أن تستهدف تغيير البيئة الثقافية حتى الفكرية للخصوم تستخدم الحكومات والجهات الرسمية الهجمات السبرانية كسلاحاً استراتيجي للتجسس وجمع المعلومات لكن يمكن أيضاً للأفراد تنفيذ هجمات إلكترونية لأغراض مختلفة يمكن لهذه الهجمات السبرانية أن تسيطر على الأنظمة الإلكترونية ووقف مثلاً محطات ضخ المياه، مؤسسات الطاقة، الهواتف وحتى البث الإعلامي والبورصات نظراً لهذه القدرات التدميرية الهائلة تصنف هذه الهجمات الإلكترونية والسبرانية ضمن أبرز المخاطر التي تحيط بالدول مشاهدة السنوات الأخيرة تزايداً في أعداد هذه الهجمات وتنوعاً في أهدافها على الرغم من أن الهجمات الإلكترونية ليست دموية لكن مساحة المتضررين منها يمكن أن تكون أكبر بأضعاف من تلك التي تسببها الحروب التقليدية